قرار جديد لمحاصرة وباء كورونا أعلنت عنه القوات المسلحة الأردنية اليوم يقضي برفع الطاقة الاستيعابية في منطقة العزل في البحر الميت وتحويلها إلى مستشفى ميدانيا للمصابين بفاروس كورونا ومن شأن هذا القرار أن يخفف من الضغط على المستشفيات العاملة في الأردن بمضاعفة عدد الأسرة وتخصيص المكان لحالات الإصابة فقط يتحول موقع الحجر الصحي في منطقة البحر الميت إلى مستشفى ميدانيا لمصابي كورونا هذا الموقع هو للعزل وليس للحجر الصحي الآن وبالتالي يمكن أن نسمي هذا الموقع هو مستشفى ميداني يتسع إلى قرابة 2000 سرير حيث تم زيادة القدرات الطبية للقوات المسلحة الأردنية ووزارة الصحة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات المصابون هنا يتلقون الإلاج من قبل فريق طبي متخصص وتتوفر لهم الخدمات اللازمة بانتظار تحويلهم إلى العزل المنزلي متوفر الحمد لله من منمات من أكل من شرب حتى كوادر الطبية الحمد لله يعني بين كل فترة وفترة بظلهم يشققوا على كل مريض هنا وأي شيء بتحتاز الحمد لله كل شيء متوفر هنا جميع الخدمات متوفر من مكيف من تلفزيون من ثلاجة من جميع الأطعمة يعني بجيبوا لنا ثلاث وجبات يعني الصحيح يعني متابع حتيثة الفريق الطبي أكد توفر جميع الخدمات الطبية اللازمة للتعامل مع جميع الحالات ورفض المستشفى الميداني بالمعدات الطبية واللوجستية لتخفيف الضغط عن مستشفيات المملكة مصاب ما بينزل عندنا هون إلا إذا كانت حالته بسيطة جدا يعني بدون عراض فظل المصابين كلهم الموجودين حاليا بدون عراض إذا ساعت حالته وبدوا الشغل أكثر يعني بحاجة حالي طارع نعتبرها موجود عندنا عيادة فيها ممكن نعمل إسعافات أولية وإنقاذ لحياة أي واحد موجود هنا بهاي البلوكات أكثر من تسعة آلاف مواطن تم عزلهم في البحر الميت منذ بدء الجائحة ومع التحول إلى مستشفى ميداني متكامل تتحقق خطوة جديدة من أجل توحيد الجهود الرسمية ومحاصرة الجائحة